خالد بطرفي أهلا بكم ضيفي الكريمين شكرا جزيلا لتلبية الدعوة هذا سؤال يعني لم يقتصر فقط على العراق اقتصر كثيرا على دول عربية أخرى في حتى فترات الربيع العربي وكثيرا وعاد مرة جديدة ما رأيك أستاذ رحمن هل يرجو العراقيون شيئا من العرب شكرا أستاذ جريل بالنسبة للعراقيين طبعا العراق هو قلب الأمة العربية القلب الناظم بظل الأمة العربية هذا القلب لفترة طويلة أصابه الوهن وكنا نتمنى من أخوتنا العرب في كل بقاع الأرض العربية أن يكون هم المشروع وهم القيادة الرمزية للقيادة النهضوية الرمزية التي نقتدي بها في محنتنا لكن مع الأسف هذه القيادة الرمزية والنهضوية لم تخرج من العرب قدرنا في العراق أن نكون نحن من يكافح ونحن من يقاتل ونحن من نعيد بناء هذه القيادة الرمزية الآن نحن نستعيد عافيتنا وعندما نستعيد عافيتنا نحن سنصلح ما أصاب الأمة العربية أو أصاب العرب من وهن ولكن مجغولين كمان العربية أستاذ رحمن هل لك أن تلوم دول كثيرة مجغولة في شأنها الداخلي وهناك تهديدات للأمن الأقليمي في دول عربية كثيرة اليوم تمنعها من أن تقف إلى جانب العراق الآن ألا تظلم قليلا أنت الكثير من الدول العربية أنا لا أريد أظلم أنا أعاتب وكفر بين الظلم وبين العتب بالنسبة لنا لفترة طويلة لا نقول في مظاهراتنا الأخيرة نحن متظاهرين من 2005 لحتها اللحظة هذه نحن ندعم وما زلنا نتواصل مع أخوتنا في المنطقة العربية بشكل يومي نبحث عن على الأقل كلمة الحق المناصرة المساندة ما نريد منهم شيء الآن نحن وصلنا إلى مرحلة من مراحل نهضة الأمة النهضة الأمة ليس العراقية فقط وأعتقد بعد نهضة الأمة العراقية سنمد جسورنا إلىهم نتمنى أنه نجد من يسمع لنا من عند الاستعداد أن يسمو على الخلافات التي عصفت بالأمة بشكل عام والعصفت بالمنطقة العربية ضياء غياب الرؤية حقيقة الرؤية استراتيجية والمشروع العربي استراتيجي دعونا أننا ضعفاء كلنا سواء كان في المملكة العربية السعودية أو في مصر أو في ليبيا أو في أي منطقة حتى في اليمن وفي كل مناطق العربية من ضاع المشروع استراتيجي لأننا كلنا كعرب ضمن المجتمع الدولي أصبحنا كلنا ضعفاء ليس هناك قوي في المنطقة العربية الآن طيب عندما يأتي الحديث عن السعودية أستاذ خالد سؤال بسيط يعني أين السعودية السعودية الشقيقة الكبرى الدولة الكبرى راعت الكثير يعني من الأحداث وقامت بقيادة الكثير يعني من مراحل المشهد العربي وأين السعودية اليوم الفرق بين السعودية ودولة كإيران أو تركيا أن السعودية دائما تدخل من الباب يتدعم الحكومات القائمة ولا تدعم تحركات شعبية وأحزاب شعبية أو طوائف بعينها ما يريده البعض في العراق وفي غيره أن ندعم تحديدا السنة بالسلاح أو بالمال نحن متهمين بذلك رغم أننا لم نفعل هم يقولون أنكم أنتم السبب في دعم الحركة السلفية في العراق أو ما يسمونه بالوهابية والإسلام السياسي ونحن من ذلك براء فوى بالك لو كنا فعلا تدخلنا على هذا النحو عندما يقولون الدعم ماذا يقصدون بالدعم عليهم أن يكونوا محددين هل يقصدون أن نفعل ما تفعله إيران من دعم أحزاب معينة بالسلاح والمال والتوجيه ما يفعله قاسم سليماني أم يقصدون أنها الدعم المعنوي الدعم المعنوي الموجود الدعم السياسي الدبلوماسي من خلال المنظمات العربية موجود المنظمة الإسلامية موجود ومن خلال الحكومات الدعم المالي الاستثماري الاقتصادي كله موجود أما إذا كانوا يقصدون بذلك دعم حركات معينة فهذا لم تفعله السعودية في الماضي ولا تفعله اليوم طيب ولكن أفهم من كلامك أن السعودية هي في معسكر المحافظين وهذا ما يتوصف به بأنها هي في معسكر المحافظين اليوم إذا لماذا كل هذا الضغط على السعودية لطالما تحديدا على السعودية لطالما أن الرؤية واضحة إلى هذه الدرجة دكتور خالد اليوم موضوع بسيط يعني أعطونا جهة معينة يعني كما تفضلت حضرتك وقلت وهذه وجهة نظري يعني متزنة ورصينة اليوم على الرغم أنها غير فاعلة بصراحة كمان دكتور خالد خلينا نحكي للأسف الشديد الشعوب هي التي يجب أن تحرر نفسها إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيدي أن ينكسر الشعوب العربية التي انتفضت في الجزائر وفي السودان وفي غيرها وفي لبنان واليوم في العراق لم تأتي بتوجيهات خارجية ولا بدعم خارجي فلذلك على الشعوب نفسها أن تتحرك ثم تلقى الدعم الدبلوماسي في الأمم المتحدة نطالب بحقوق المتظاهرين نطالب من خلال المنظمات الدولية نعم منظمات حقوق الإنسان نعم بالأعلام بالتواصل الاجتماعي قلوبنا مع العراق نحن ندعمه لكن تدخل بشكل مباشر وفج بما تفعله إيران إذن لا نلوم إيران إذا كنا نحن أيضا نسعى للهيمنة وهذا ما تتهمنا به إيران بالنسبة للتصنيف أنه مع أسكر محافظ لا أدري ما هو المقصود بمع أسكر محافظ مع أسكر لبرالي أنا أسميها الثورنجية الذين قاموا بالثورات في الأمة العربية مقابل المجتمعات المعتدلاء التي ركزت على التنمية في دول الخليج ونجحت في ذلك وستطعت أن تحقق لشعوبها الرخاء والاستقرار والأمان في نفس الوقت الشعوب التي اكتوت بنار الأحزاب الثورية البعثية والاشتراكية والقومية وغيرها نرى الآن هذه النتائج التي أوصلتنا إليها إذا كان هذا هو المقصود بالتصنيف فأنا أتفق معه تماما أنا حاولت أختصره عليك يعني يرى كثيرون حتى من الجانب الغربي بأن الإمارات والسعودية يقعان في المعسكر غير الثوري المحافظ سياسيا وأصبح هناك ند من الجانب الغربي على أساس أن الرؤية الإمارات والسعودية تتحالف من وجهة نظر هذه مع ند اليساريين وهم الجمهوريين اليوم هناك حملات توجه السعودية والإمارات في هذا الجانب ولا نشاهد لربما رد من السعودية والإمارات بحملة مماثلة على أن اليسارية فشلت يعني في كثير من برحلها في الدول فكانت هذه النقطة ولكن أنا أختصر لأنه أعتقد أنه واضح حضرتك الصبت يعني عين النقطة التي أرجوها اليوم كيف تنظر أستاذ رحمن إلى ما يطرحه أستاذ خالد لطالما وجهة نظر هذه من دولة كبرى أيضا شقيقة يعول عليها وكان هناك تحسن للعلاقات مؤخرا ربما في العام الماضي وزيارات يعني فهل تعتقد بأن هذا كافي وجهة نظر هذه يعني إلى ربما من السعودية هل بإمكانها أن تقوم بشيء مختلف اليوم أستاذ رحمن شخصيا لا أطلب من المملكة العربية السعودية مثل ما قال زميل خالد أن تقوم بتمويل حركات ولا أحزاب ولا شيء وهذا شيء لا تجيد السعودية بشكل عام سوى طلبتها من عندها أو لم أطلب أنا ما أطلب من السعودية السعودية مثل ما قلت مركز قرار عالمي السعودية لها قدرة في المؤسسات الدولية الكبيرة سوى الممتحدة سوى مع الولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي هذه القدرة الدبلوماسية والقدرة على توميل هذه المؤسسات اللوب السعودي موجود في الممتحدة موجود في قضايا كثيرة ما أطلب من السعودية أن تفعل هذه القدرة المؤسساتية هذه الثقافة للدبلوماسية السعودية لسنوات طويلة من أفضل دبلوماسيات موجودة في المنطقة العربية هي الدبلوماسية السعودية فأنا لا أطلب منهم أن يكون ثوريون هذا المسألة الداخلية وأنا كفيل فيها كشعب عراقي هنا لكن ولا أريدهم أن يدخلوا لأنه لا أريد بلادي كذلك تصبح بقعة لحرب دول داخل الأرض العراقية مثل ما أرفض التدخل الإيراني سأرفض التدخل السعودي المنظم حزبيا ولو هذا لكن الآليات التي تملكها السعودية قادرة على المساعدة للشعب العراقي قادرة على الدفع بالقضية العراقية إلى الواجهة قادرة كذلك فيما لو أنتصرت أنا لماذا أذهب إلى الآخرين لأطلب قروض للدولة العراقية الناهضة أنا بدأت بكلامي أن العراق قلب الأمة من يوهن هذا القلب تخسر الأمة على السعوديين وعلى سياسيين السعودين أن ينتبهوا لهذا القضية الدعم الإعلامي الدعم المؤسساتي الدعم الصحي الدعم هناك كثير يعني كثير كثير ما تقدر السعودية أن تعمل ليست فقط للعراق لبقية الأمة السعودية تقول أنه أنا الأخت والشقيقة الكبرى لهذه المنطقة وبمواردها بقدرتها الدبلوماسية قادرة على صناعة مشروع حقيقي للأمة دعم للأمة اقتصاديا دبلوماسيا الوصول إلى توجيه الأمة ليس شرط أنه اجتماع للأمة بطريقة أخرى نحن نواجه تحديات كبيرة بالمنطقة فهل ممكن من علماء السياسة ولا أنا أقصد علماء الدين هنا علماء السياسة ممكن السعودية تقول أين الأمة ماشية لخلال العشر سنوات القادمة هل هناك برنامج ستراتيجي للأمة ممكن أن يقودنا إلى تفعيل دور هذه الأمة هذا السؤال قديم ومازال يجوز طرحه لليوم ويرى كثيرون أستاذ رحمن بأنه هذا السؤال سيستمر سيستمر طرحه لفترة طويلة هل لك أستاذ خالد أن تفسر لي أو تجيب على من ينظر من هذه الزاوية يقول لك لأن هناك تقارب إيراني سعودي والتقارب الإيراني السعودي الذي لم يتبلور لربما بعد بشكل أو بآخر هو الذي يمنع أن تقوم السعودية بتحرك آخر في إنهاك كمان اليوم توقيت لربما ما يجري في العراق اليوم هو جاء فيه توقيت صعب للغاية بعد سوريا بعد التوترات كثيرة أيضا في المنطقة هل ترى بأن بوجهة النظر هذه لربما تحمل شيئا من الحقيقة بشكل أو بآخر أو من المنطقية في طرحها في تقارب إيراني سعودي لا يوجد داعي لأي مشاكل في العراق اليوم خلي الوضع داخلي أنا لست صانع قرار ولكن الذي أسمعه من صناع القرار أن هذا التقارب غير موجود لأن المسألة أصبحت مفصلية في الألاقات السعودية الإيرانية إيران تريد أن تهيمن على المنطقة ونحن نرفض إيران تريد أن تدخل في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي لبنان وفي غيرها من المناطق بل حتى عندنا هنا في الخليج وفي السعودية وفي الكويت وفي البحرين ونحن نقاوم هذا ونصده إيران تهددنا في الخليج تهددنا بشكل مباشر بضربات مباشرة ونحن ندافع عن أنفسنا فلا أعتقد أن هناك مجال للتلاقي بين إدلوجية تقوم على تصدير الثورة وعلى صنع الصراعات الطائفية والخلافات هذا دستورها يعني لا يمكن أن تتغير إيران لمجرد جلسة حوار ولكن في دول في مجلس تعاون الخليجي هل هذه وجهة نظر يعني ما بين حول الجنب الإيراني لا يمكن أن تتغير هل هذه وجهة نظر كل دول مجلس تعاون الخليجي القرارات التي تصدر والتصريحات التي تصدر والبيانات الرسمية من مجلس تعاون الخليجي تؤكد أن هناك اتفاق اليوم قبل أسابيع أنشئ مجلس أو مقر لدفاع المشترك لدول الخليج في الرياض كانت هناك اجتماعات قبلها لرؤساء الأركام في دول الخليج مع الحلفاء لمواجهة إيران تحديدا وهذا معلن هناك درء الجزيرة أيضا من أهدافها حماية منطقة الخليج في مواجهة الأخطار المحدقة ومن بينها إيران دول الخليج أيضا جزء من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والتحالف الآخر الذي تقوده فرنسا لمواجهة القرصنة الإيرانية في منطقة الخليج فهناك وحدة خليجية نعم وإن كان هناك بعض المصالح التجارية لبعض الدول مع إيران نعم تمام أفهم ما تقول حضرتك ولكن أيضا كان هناك غزل وعن نتكلم عن شخصية إيرانية ليست بالشخصية البسيطة نحكي عن المتحدث باسم لجنة الأمن القمة والسياسة الخارجية في إيران قال بأن السعودية بلد عظيم وكبير وهذا ما تعتبره إيران ولكن أيضا في تكملة حديثه لأن ربما كان فيه أطلق 100 صاروخ على السعودية بعد هذا المدينة حل تعتقد يا أستاذ رحمن بأن التوقيت الذي أطلقت فيه الشرارة في العراق اليوم هو الذي لربما صعب وشكل جدارا أمام العرب اليوم في التقدم أمام مرة جديدة بعد اعترافهم سابقا بأن تخلينا عن العراق أو لم نقم باللازم لربما في فترة من الفترات والفراغ العربي الذي وجده العرب في العراق هو الذي سمح لإيران بالدخول هل هذه الشرارة العراقية بعد اليمن بعد سوريا هي التي تمنع العرب من أن يتقدموا أكثر في الملف العراقي على الرغم من كلام حضرتك أنك تفضل أنه داخلي أن يبقى بيد العراقيين أستاذ جرير برغة ثانية أنا أريد أن أأكد على قصة الزميل خالد تكلم عن القصة الاستعدادات العسكرية والإصراف العسكري والمواجهة العسكرية كل هذا شيء جميل هنيئا لكم لكن بناء الإنسان نفسه مشكلتنا في المنطقة العربية هي بناء الإنسان لدينا جيوش ونستعين بآخرين لكن الجيوش والاستعانة بالآخرين لن تحقق لنا نصر في المنطقة العربية المشكلة إذا كانت النفس والقلب مهزوم لن تحقق شيء الإرادة وبناء الإنسان كل ما نريده نحن بشكل عام الآن بدأنا في مشروع مأسسة الدولة العراقية استنهاض الدولة العراقية من جديد هذا الاستنهاض هو مفيد للمنطقة العربية لأننا أكثر الدول العربية لديها حدود مع إيران ولا نرفض العلاقة مع إيران لكن نريد علاقة مع إيران مبنية على مصالح دولة للدولة مبنية على علاقات دولية مبنية من خلال سفارات للعراق وسفارات إيران في الأرض نحن لا نريد عسكرة شعبنا ولا نريد أنه يعسكر الإيرانيين هذا البلد لحد الآن لم نحصل عليه من منطقتنا العربية أو من أشقائنا اللي هم في بلدان مستقرة نحن ما زلنا نكافح لـ 16 سنة ماضية وبقية الشعوب العربية سواء الشعب السوري ولا الشعب اليمني ولا الشعب الليبي هو ملتهي بكارثة اليومية أنتم جالسين بدون كارثة أين التفكير الستراتيجي؟ أين التفكير لكم لمساعدتنا بالخروج؟ البقيتين بقي فالحوار مفتوح بينكما فضلوا أستاذ خالف نعم المملكة السعودية تقوم بدور لا تقوم به غيرها حتى على مستوى العالم هي من أكثر دول عالم تقديما للعون والمساعدة وأكثر من يستفيد من هؤلاء المساعدة هم الأقربون لأنهم أولى بالمعروف هناك مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية يقوم بدفع المليارات من الدولارات في جميع الدول التي تحتاجها كاليمن وهي من الدول التي ذكرها الأخ الكريم هناك الصندوق السعودي للتنمية وهناك دعم الكبير كان في جهود في هذا المجال مقدمة للعراقيين وغيرا من الصلاديق العربية والإسلامية التي تقوم بهذا الدور قدمت السعودية ونحن لا نحصل الكلام في السعودية ومجرد مثل لأنها بلد كبيرة وتستحق أن تعطى هذا الحجم من الحوار هو هذا السؤال قدم شيء لأنه عدد القتلى كمان والذي صار في الشوارع العراقية هو يعني خلال الفترة الماضية كان الأكبر والأضخم والأكثر لربما دموية كمان يا أستاذ خالد ما في شك أن السعودية تقوم بدورها بس ولكن من خلال منظمات الدولية وليس كما قلنا بشكل مباشر كما تفعل إيران السعودية من خلال أدرعها لإعلامية لو تتابع قناة العربية والحدث على سبيل المثال والقنوات السعودية نحن بشكل مستمر نتكلم عن هذه القضية وندعم العراقيون في حراكهم وندعم الشعب العراقي فيما يقوم به لتصحيح الوضع الذي حدث بعد الغزو الأمريكي للعراق وتسليم لغمة سائقة لإيران من خلال منظمات العربية والإسلامية والدولية ومن خلال الدعم المباشر للحكومة العراقية هذا ما نستطيع ولكن بشكل مباشر ماذا نفعل؟ هل نستطيع أن ندخل على الأرض؟ لا نستطيع وأعتقد كما ذكر الأخ الكريم لا يريد الشعب العراقي مثل ذلك تمام الجواب صريح جدا من أستاذ خالد وواضح كيف تنظر أستاذ رحمن أيضا إلى دعوات لا ربما أيضا هو مؤخرا في ليبيا اليوم بضرورة أن يكون هناك تحرك عربي اليوم لإنقاذ ليبيا والعراق يعاني لم نشهد كثيرا دعوات في هذا الجانب أيضا هل هناك شيء مميز هذه المرة؟ كيف تنظر أنت كعراقي بأن هناك حراك عربي يسعى أيضا لإنقاذ دول أخرى لربما إنهاء نزاع وحل نزاع في دول عربية أخرى والتحرك في أدنى مستوياته في العراق يا أستاذ رحمن مرة ثانية أنا أميل إلى الدبلوماسية الشعبية الدبلوماسية الجماهيرية هذه اللقاءات التي تبحث فيها مؤسساتنا العربية في كل مكان نحن تعلمنا من تجربة والسعودين لديهم تجربة والليمين لديهم تجربة قصد أن كلها فاشلة كانت أي استراتيجية عربية طب ذكرني كان في استراتيجية عربية ناجحة يعني إذا بتحكي لي الرؤية كانت مبلورة هل نجحت أي استراتيجية عربية في الوقوف إلى جانب أحد الدول العربية في أزمتها وحلت حتى اللحظة هذه ماكو استراتيجية عربية كوستراتيجية لقطر معين اتجاه قطر معين أنا أبحث عن استراتيجية شعبية وليس استراتيجية لحكوماتنا ممكن الحكومات ترعى هذه استراتيجية ممكن الحكومات تمد هذه الجسور لنصل إلى استراتيجية حقيقية بين شعوبنا الشعب العراقي والشعب السعودي نتكلم في الإعلام كلنا نحن واشقاء و... 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 لكن هل ممكن للعراقي بسهولة أن يصل للسعودية؟ لا هل ممكن للسعودي بسهولة أن يصل إلى منطقة أخرى بالمنطقة العربية؟ لا القيود التي وضعناها للتنقل والسفر بيننا لتبادل الخبرات قيود صارمة في منطقتنا العربية من تذهب إلى أي مطار الآن في المنطقة العربية تجد أنه أنت في تأخذ على صفحة على جانب كيف أنه تريدني أن أعمل مع زملائي في السعودية أو زملائي في ليبيا على مشروع نهضوي للأمة مرة ثانية إذا ما نلتقي ما راح نتكلم إذا اكتفينا بالحكومات وبالإعلام هو كله مسيس ما قادرين أنه نكون قلب لقلب هل يمكن إنكار لربما الدول المحيطة أيضا من خارج العالم العربي نتكلم عن تركيا وإيران في قتل هذه الاستراتيجية أيضا يا أستاذ الرحمن اليوم عم تشوف التحرك التركي صار أكبر بكثير اليوم وبعد قليل سيكون لدينا هذا الملف وأثار الكثير من القلق على المستوى الأمني الإقليمي يعني العربي في شمال أفريقيا اليوم هل تعتقد بأنها ناجحت اليوم كان هذا هدفها وحققته وساعدها العرب على ذلك طبعا الضعف العربي فتح أسواقنا وأخلاقنا وستراتيجياتنا للطرفين سواء الإيراني والتركي ضعف المنظومتنا العربية لديهم مصالح وفي كل الدول العالم من تكون عندك مصلحة والدولة الأخرى ضعيفة أو المجموعة الأمام لك ضعيفة أنت تذهب بأقصى قدرتك لاستفادة من هذا الظرف فالأتراك لن يساعدون في النهضة والإيرانيين لن يساعدون في النهضة لأن مصالحهم تقتضي أن نكون ضعفة أنا أقول أنه متى ما قدرنا أن ننهض بأنفسنا ممكن أن نتكلم مع الإيرانيين ومع الأتراك ندى لند الآن نحن لسنا ندى لإيران ولسنا ندى لتركيا لأن منظومتنا العربية واهنة ضعيفة فكيف تريدنا أن نكون ند لإيران أو ند لتركيا علينا أن نبني أنفسنا من الداخل ثم نفاوض هذه الدول أما أنه نحن ضعفة فلهم الحق مصالحهم ما سعة ومن حقهم أن يذهبوا إلى مصالحهم أودا أشكركم شكرا جزيلا من بغداد الأكاديمي والبحث السياسي رحمان أليو جبوري من جدة أشكرك أيضا جزيلا المحلل السياسي الدكتور خاند بطرفي أشكركم اشتركوا في القناة